فيما استضافت الكويت الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب في دورته المئة وستة وخمسين استقبل سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وزير الدولة لشون مجلس الوزراء رئيس مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الشيخ الدكتور أحمد الناصر والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ووزراء خارجية الدول العربية المشاركين في الاجتماع وألقى سمو نائب الأمير كلمة نقل خلالها تحيات سمو أمير البلاد شيخ نوافل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وترحيبه بالحضور مشددا على أهمية العمل المشترك وضرورة وحدة الصف العربي وأشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي في ظل ظروف دقيقة إقليميا ودوليا إضافة إلى استمرار جائحة كورونا وما يترتب عليها من أبعاد وتداعيات تتطلب عملا جماعيا وتنسيقا مستمرا يأتي اجتماعكم اليوم في ظل ظروف دقيقة أقليميا ودوليا وقد أضاف استمرار جائحة كوفيد 19 إليها أبعادا وتداعيات تتطلب عملا جماعيا وتنسيقا مستمرا وتواصلا دائما وتشاورا صريحا ووضع حلول مشتركة لمواجهتها والحد من آثارها ولعل ما يبعث على التفاؤل أن يأتي اجتماعكم اليوم في دولة الكويت قبيل أسابيع من اجتماع دورتكم المقبلة في شهر مارس الأمر الذي سيمكنكم من تحديد الأولويات وتهيئة الظروف والمناسبة لإنجاح عملكم المشترك ومن هذه الأولويات تعزيز ممارسات حسن الجوار ونشر السلام والاهتمام بمشاريع التنمية وكل ما يعزز النمو الاقتصادي ويحقق لشعوبنا العربية العيش الكريم والرفاهية أصحاب المعالي في ظل ما أشرنا إليه من تحديات وظروف دقيقة على الصعيدين الأقليمي والدولي تجعل من العمل العربي المشترك طرورة ملحة فلابد من اغتنام هذا الجمع المبارك باعتبار كل واحد منكم واجهة مشرفة لبلده الشقيق لتدارس التحديات التي تواجه عملكم المشترك والسعي إلى تعزيزه والانطلاق به إلى آفاق أرحب نترفع فيها عما يطرأ علينا من ملمات ونسمو نحو ترسيخ وحدتنا العربية ترجمة نانسي قنقر